السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش باللحم المفرومة حاجة كده وهم والله العظيم يا جماعة طري جدا من جوه ومقرمش من بره وشكله لذيذ جدا وطعم وطحفة ان شاء الله هجرب الطريقة بتاعتي وهتعجيبك جدا جدا حاجة كده وهم كده وانت بتكليها وكمان هنعمل مع بعض الحشو بتاع الجلاش طحفة ينفع طبعا تحشي بيه اي حاجة انت حبها يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل صلاة والسلام نقول بسم الله الرحمن الرحيم وما تنسيش تحطيه اللايك على الفيديو ويلا بينا نشوف اول حاجة نعملها ايه اول حاجة معنا معلقة السامنة كبيرة وتجاي نازل عليها باللحمة المفرومة انا طبعا بالنسبة اللحمة مفرومة اعمل كمية كبيرة عشان خاطر ايه بغض اللي انا عايز اخده والباقي بالحاجة حطها في الفريزل نزلت عليها بمعلقة صغيرة في الفل اسود ومعلقة صغيرة ملح وهبدأ بقلب كده اللحمة المفرومة على نارة عالية لغاية اللحمة ايه لما تشوح كده معنا واللون بتاعها يتغير بالشكل ده تمام كده بعد كده بقى هجيب بسلطين هروح جاي مقطعهم كدع صغيرة وروح جايه حطهم ايه على اللحمة وهبدأ قلبهم مع بعض كده لمدة 3 دقايق كده على نارة عالية ايدك على طول في اللحمة عشان خاطر ما تنشافش منك ولا تبوز ولا يحصل لها اي حاجة زي ما انت شايفها كده بسم الله ما شاء الله لونها جميل جدا بعد كده ما قلبتها بقى وتجاه حط عليها بقى جزراية لو عايز تستغنى عنها تمام وحطيت فلفل الوان كمان بس بيضوها طعم جميل جدا وحطيت معلقة خل معلقة الخل دي بتخلي اللحمة معاك طورية جدا جدا وكمان نص معلقة جنزبيل وهقلب بقى كل الكلام ده كده على بعضه تقلبتين كده وبعد كده هروح جايه بقى حط عليها جايبة طماطمية بشرطها من مبشرة واروح جايه حطها عليها بالشكل ده وهقلب برضه متلاقيش خالص من الطماطم ولا بتنزل مية في اللحمة ولا اي حاجة خالص بتدي طعم بس وبدأ بسم الله ما شاء الله زي الفل وهنا كمان حطيت معلقة كبيرة توم عشان خاطر انا كنت عاملة كيلو لحمة فرومة فحطيت معلقة توم كبيرة وهقلب برضه كده زي ما انت شايفه كله تشويح كده على نار عالية تمام زي الفل وهي جماعة بجد شوية لحمة فرومة طحفة يخلي الحشو كده بتاعك يعني فعلا طعمه رزيز هغطيها بقى واسبها بقى لمدة تلات دقايق كده اربعة وبعد كده راح جاية بص عليها لقا بسم الله ما شاء الله استوت معي وبقى ازاي الفل كده خلاصة طف عليها وتعالي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هنا بقى معانا سمنة او سمنة على زبدة اللي انت حباه نص كباية ماشي جبت كده السمنة وبدأت ادهن الصينية بتاعتي كده بالسمنة تمام وبعد كده جبت بقى علبة الزباية اللي هي بخمسة جنيه هي دي اللي كانت موجودة عندي هحط نصها كده على السمنة انت لو عندك العلبة الصغيرة تمام حطيها ما عندك ايش بقى هات العلبة كبيرة وحط نصها بس على ايه نص كباية للسمنة او سمنة على زبدة زي ما قلتلك هجيب بقى طبق كبير وحجي حط في الزبازي والسمنة عشان خاطر اعرف حط بقيت المكونات وكمان اعرف اضربها كويس جدا هنا بقى حطيت معلقة صغيرة بيكين بودر وكمان حط عليها معلقة صغيرة ملح تمام وهبدأ بقى قلب كل الكلام ده هقلبه كويس جدا بقى لغاية لما يبقى عامي زي الكريمة كده ناعم جدا جدا هنشوف كل ده مع بعض اهو واحنا بنقلب تمام زي الفل كده خلاص بعد كده بقى هجيب لفة الجلاش بالنسبة للجلاش اي نوع جلاش حابة تشتغلي بيه تمام مش بتفلش الناس كتير او بتسألني بتقولي الجلاش نوع ايه اي نوع يا جماعة جبت لفة الجلاش واحد جاية لفها جوا فوطة عشان ما تنشفش مني وانا تشغلها خلي بالك عشان الجلاش لو نشف مش تنفع تشتغلي بيه خالص فلازم تلفي جوا فوطة واتطلعي منه واحدة واحدة لحسن ما انت هتشتغلي جبت بقى كده يا واحدة واحدة جاية حطها بالشكل ده عشكل مثلس كده في الصينية واجيب ورقة تانية واحد جاية برض حطها قصادها كده وادهن كل واحدة تحطيها تدهني كل ورقة من الجلاش تحطيها بالشكل ده شكل مثلس كده هتروحي جاية اي دهنها بص الحركة ده حلوة قوي هتخلي الجلاش معاك عامل زي الفطير وكمان لما تحطي جوه الجلاش اللحمة ما تطلعش منك برا وما تتحروقش وما تقعش ولا يحصل لها اي حاجة ويبقى كده الجلاش معاك كده طري زي الفطير بسم الله ما شاء الله عايزك يبس وانت شغلك كده ايدك سريع على طول عشان الجلاش اللي برا ده ما ينشافش وطبعا احنا ندهنش الجلاش اللي برا كل اللي بندهنه الجلاش اللي جوه بس اللي هي الاي المسلس اللي بتحطيه جوه ده هو ده بس اللي بتدهن اهو شايفة اما النص اللي برا ده لا مش بدهن واسيبه زي ما هو هفضل اعمل كده لغاية لما خلص الورقة بتاعت الجلاش كلها بنفس الشكل كده زي ما انت شايفة حط واحدة واحدة وادهنها والدهنة تكون حاجة بسيطة يعني محطش كتير لا بصي يعني باخد الفرشة دهنة بسيطة كده دهنة وخلاص ما تقطريش في الدهنة وانت بتدهنك كده عشان حاجة دقاش ايه ما تبقاش طعمات قيل كده وانت بتاكليها اهو هفضل اعمل كده غاية ما خلص بقى لورقة الجلاش كلها بنفس النظام وبعد كده بقى ايه نرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني تمام كده هخلصها كلها كده زي ما قلت لك ده افضل طريقة تعمليها احسن لما تعود تقص في الجلاش وترسيه ومش عارفة لا بص الطريقة دي بقى حطيت اخر واحدة في النص كده وده هانتهى وهجيب اللحمة المفرومة بقى حطها في النص تمام وافردها شايفة عمرها ما تطلع منك برا ولا يحصل لها اي حاجة هاجي بقى امسك بقى ورقة ورقة بقى وبدأ اتنيها وخلي بالك وانت بتتني كده تدهني كل ورقة بتتنيها يعني بصي اهو فردها كده اروح الجادة هناها وبعد كده اتني حرفها اهو اتني كده وبعد كده ايه اه دهنها كلها بالشكل ده زي ما شايفة كده عشان خاطر بقى ايه كلها تطلع كده بسم الله ما شاء الله طريق كده معاك ومورقة وتبقى زي الفل وطعمها لذيذ جدا جدا اه ورقة ورقة متستعجليش هو استعجلي قفل عمايل بس تدهني الحاجة بتاعتك كويس اهو تمام كده خلصتها خلاص كلها كنت بقى سايبة ورقة كده جنبي كده عشان خاطر احطها على الوش والسوي لي بقى ايه اسنية الجلاش روح تجاي حطاها وفردتها كده بالشكل ده هجيب بقى السكينة وابدأ بقى اطحها بقى تمام اطحها بقى ايه مكعبات كده بالشكل ده كده انت بقى حابة اطعها مسلسات تمام زي ما انت عايزة يعني براحتك خالص التقطيع دي براحتك زي ما انت عايزة عشان في ناس كتير اقو بيحب بقطعوها مسلسات تمام كده كده خلاص اطعطها وزي الفل كده خلاص هجيب بقى من نفس الده اللي احنا كنا بنعمل برج الجلاش واروح جاي دهنا وشها بالشكل ده وطبعا هروح اشغل بقى الفرن بقى على درجة حرورة 180 ومشغلة الفرن من تحت بس تمام ومشغلة مروحة وهروح جاي حطاه في الرف الوسطاني اول ما حطاه في الرف الوسطاني هسيبها لغاية كده ايه لما تاخد معانا لون كده تصفر كده معانا وتاخد لون خفيف جدا يعني تلوقتي مش هحط لها اي حاجة تانية هي بس كده هحطها في الفرن تاخد لون بسيط ونطلحها مع بعض اهو زي ما انت شايفة كده طلعتها من الفرن خلاص بص يا دوبك لون هصفر كده معايا وخادت لون بسيط جدا هنعمل ايه تلوقتي بقى نبدأ بقى نشوف بقى الخطوة التانية بقى اللي هنعملها اللي برضو هتخلي معانا برضو الجلاش طاري جدا جدا هو تلوقتي عافكة ينفع يتاكل وطاري وطعمه جميل جدا ومورة وزي الفل بس الخطوة دي بتخلي كمان احسن كباية لبن وعليها بيضة ورشة فلفل اسود ورشة ملح وهقلب بقى كل الكلام ده في نفس الطبق اللي احنا كنا نشغالين فيه ماشي وهبدأ بقى رشاة كده على الوش كده اسق الجلاش بتاعي كله كده تمام وهروح جاي مدخلها في الفرن بقى في نفس يعني السخونية بتاعت الفرن وكل حاجة لمش طفيته يعني وستها لمدة ربع ساعة وطلعتها بالشكل الجميل ده زم انت شايفها باسم الله ما شاء الله شكلها تحفة وبصي طعمها والله العظيم بجد يا وجربتيها فعلا هتعجبك جدا جدا وهيدعيج ده وحيها في ظهر الغب بازن الله اول طعم طلعتها من الفرن على طول غطيها كده بصنية وسيبيها يعني كم دقيقة مش كتير يعني ماشي بصي طرية ازاي طرية جدا جدا طبعا ما قرمشها من بره وطرية من جوه وحاجة كده يا جماعة واهم والله العظيم تحفة بجد اهو هجاي بقى اضطحة بقى كده بقى بصي هنقطحها بقى قطعة قطعة كده وانت اللحها ونشوفها مع بعض ونشوف اللحمة من جوه وقدي ايه الجلاش ما شاء الله متساوى من فوق وتحت زي بعضيهم واللحمة في النص اهي شايفها حاجة كده وهم يا ربي الوصفة بتاعت الكون عجبتكم النهاردة سهلة وبسيطة وسريعة وما تنسوش اللايك على الفيديو بالله عليكم وما تنسوش تكتبيني كمنت حلوة عشان بساعدني جدا لما بشوفه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة